موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي رواها الحارث الأعور الهمداني وقد رواها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في أصول الكافي الحديث السابع من باب جوامع التوحيد وصلنا إلى هذا المقطع من الخطبة المباركة حيث يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي ليست في أوليته نهاية ولا لآخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان ولا يوصف بأين ولا بما ولا مكان إلى آخر الخطبة المباركة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يبين حقائق توحيدية وأيضا تفسير لبعض الآيات الشريفة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ما هو معنى الأول الأول في المخلوقات معناه أنه لم يسبقه مخلوق آخر وإنما وجوده سبقها بمعنى أنه لم يكن ثم كان ثم كانت بقية المخلوقات مثلا نقول أول البشر على وجه هذه البسيطة هو آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حينما نقول أول البشر معناه سبق غيره من البشر لكنه لم يكن ثم كان وهكذا في سائر المخلوقين السابق لم يكن ثم كان والمسبوق كان بعده لكن حينما نقول في الله سبحانه وتعالى هو الأول لا بمعنى أنه سبقه عدم والعياذ بالله لم يكن ثم كان كلا هو الأول بمعنى أنه لا بداية لوجوده بمعنى أن يكون هذا الوجود أزلي ليست له بداية لأنه لو كان له بداية معنى ذلك أنه لم يكن ثم كان زين لم يكن ثم كان كيف وجد بضرورة العقل يستحيل أن العدم يتحول إلى وجود بدون علة ولذا لا بد بضرورة العقل من وجود شيء قديم فالله سبحانه وتعالى قديم بمعنى أنه لا بداية له لأنه لو كان له بداية كان معدوما ثم وجد يحتاج إلى من يوجده فمن هو ذلك الذي أوجده فذلك يكون أحق بالربوبية لا هذا المخلوق الذي لم يكن ثم كان فلذا الإمام عندما يقول الذي ليست في أوليته نهاية يعني ينتهي عند حد كما في كل أول حينما ينتهي عند حد المقصود من النهاية ليست النهاية من الآخر من الآخر وإنما النهاية من الأول يعني أنت الآن تجي بالنسبة للبشر تقول زيد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن تصل إلى آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عندما تصل إلى آدم تنتهي بمعنى أنه هو الأول كان لكن آدم سبقه عدم بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست في أوليته نهاية بحيث أنه ينتهي وجوده عند حد بحيث أنه لم يكن ثم كان ذكرنا فيما مضى والآن لا بأس بأن نكرره بأن الماديين القدامى كانوا يعتقدون أن الكون وجد صدفة لكن بعد ذلك التفتوا إلى أن هذا الكلام الوجود صدفة هذا خلاف بديهة العقل وهم يدعون العلم يدعون العقل يدعون التعقل فكيف يقولون بكلام خلاف بديهة العقل فلذلك اضطروا لأن يقولوا أن المادة لا بداية لها يعني اضطروا بأن يقولوا بشيء قديم لأن ضرورة العقل تقتضي أن هذا الوجود يستحيل أن يوجد بالصدفة إما له خالق ذلك الخالق هو القديم كما هو الحق أو المادة هي القديمة كما يقولون وهو الباطل فاضطروا إلى القول بشيء قديم فالأمر دائر بين أن يكون خالق قديم أو مادة قديمة لكن في المادة القديمة تجي إشكالات أخرى إذا هذه المادة قديمة القديم لا يتغير فكيف هذه المادة تغيرت كيف حدث الانفجار الكون الكبير محتارين لحد الآن أما نحن نقول بأن القديم هو الله والله لا يتغير الذي ليست في أوليته نهاية ولا لآخريته حد ولا غاية عندما تقول فلان الآخر بالنسبة للمخلوقين يعني يصل عند حد وينتهي لكن الله سبحانه وتعالى لا حد لحتى ينتهي وجوده لأن وجود ضروري فيستحيل عليه العدم لا في بدايته كان معدوما ثم وجد ولا في نهايته ينتهي وجوده بل وجوده سرمدي لا بداية له ولا نهاية لا ينتهي عند حد ولا لآخريته عندما الآية تقول هو الآخر ليس بمعنى نهاية وجوده كلا وإنما بمعنى أنه لا حد له ولا غاية الحد والغاية الفرق بينهما أن الشيء يوجد وجوده إلى حدود ينتهي عند ذلك الحد تارة الشيء يوجد لأجل غرض فإذا وصل إلى ذلك الغرض يبطل الوجود لتحقق الغرض الله سبحانه وتعالى آخريته ليست لها حد بمعنى أنه يصل إلى مرحلة ينتهي وجوده وليس وجوده لأجل غرض حتى إذا تحقق ذلك الغرض ينتهي وجوده لذا قال ولا لآخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان فلذا كان الله ولم يكن زمان لأن الزمان شيء كان الله ولم يكن معه شيء خارج عن الزمان لأن الزمان مخلوق له لأن الزمان هو وليد الحركة الأرض تتحرك الشمس تتحرك حول المركز المجرة المجرات تتحرك وهذه الحركات تولد الزمان فالزمان وليد الحركة يرتبط بالأجسام لأن الحركة ترتبط بالأجسام والله سبحانه وتعالى خالق هذه الموجودات خالق الكرات خالق الشمس خالق الأرض هو الذي قدر الحركة هو الذي أوجد الزمان بتحريك الكواكب مثلا والنجوم فلذا لا يعقل أن يكون هو في الزمان لأن المخلوق لا يحيط بالخالق فإذن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون هناك زمان ولم يكن كما نحن نحن الآن موجودين لكن سبقنا مليارات من السنوات كما يقول علماء الفلك عمر المنظومة الشمسية أربع مليارات سنة وعمر هذا الكون يخمنوه باثنعش مليار سنة تقريبا سبقنا أزمنا متطاولة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لكن الرب سبحانه وتعالى لم يسبقه وقت ولم يتقدمه ولم يتقدمه زمان لعل الفرق بين الوقت والزمان هو أن الوقت الزمان المعدود أما الزمان هو ما لا يعد يعني مرة إحنا نعد الزمان نقول سنة سنتيا ثلاث سنوات مليار سنة اثنعش مليار سنة هذا يصير وقت زمان يعد كارة زمان لا يعد خلي واحد وخلي مقابلة آلاف الأصفار هذا لا يعد هذا يعبر عنه بالزمان فالوقت هو الزمان المعدود الله سبحانه وتعالى لم يتقدمه لا زمان معدود ولا زمان غير معدود لماذا؟ لأنه هو خارج عن الزمان ثم الإمام يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان التعاور التناوب المخلوقات كما يعبرون عنها عن هذا العالم بعالم الكون والفساد بمعنى أنه يتكون موجود له أمد خاص ثم بعد ذلك يزول الإنسان من عناصر التراب ثم هذه العناصر تجتمع في صلب الأب وينتقل إلى رحم الأم يتكون جدين ثم يولد إنسان وهذا الإنسان ينمو 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 إلى أن يصل إلى مرحلة الأربعين سنة اللي هو المرحلة الأشد من حيث القوى الجسمانية ومن حيث القوى العقلية وبعد ذلك يبدأ بالإنحدار إذا عقلهم لا يبدأ بالإنحدار لكن جسم يبدأ بالإنحدار ثم بعد ذلك يموت ويبدأ الجسم بالتحلل فيرجع إلى تراب كما كان ترابا كل هذا الكون وكل المخلوقات يتناوب عليها زيادة ونقصان لكن بعضها مدتها محدودة وبعضها مدتها طويلة يعني الإنسان أقصى حد مئة سنة بشكل استثنائي مئة وعشرين سنة في الأمم السابقة مثل نوح عليه الصلاة والسلام مثلا كم ألف سنة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لحد الآن أكثر من ألف ومائتي عام عجل الله تعالى فرجه هذه حالات استثنائية لكن بالنتيجة الإنسان له أمد إنك ميت وإنهم ميتون زيادة قد يكون زمان طويل ذكرنا يقول علماء الفلك المنظومة الشمسية عمرها أربع مليارات سنة وستبقى حسب تخمينهم إلى أربع مليارات سنة أخرى حين ذاك ينتهي ضوء الشمس ويحدث انفجار وتنتهي المنظومة الشمسية إذا الشمس كورت حسب ما في الآية الشريفة فإذا لكل مخلوق زيادة ونقصان وهذه الزيادة والنقصان تبدأ من القليل إلى مرحلة النضج والكمال ثم إلى مرحلة الإنحدار ثم إلى مرحلة التحلل ولذا يقولون في علم الفلك الحديث في كل يوم نجوم تنفجر ونجوم جديدة تولد لكن الرب ليس فيه زيادة ولا نقصان لأنه الكمال المطلق ولأنه لا يتغير لأن التغير من خواص الأجسام وذكرنا هذا البرهان فيما مضى نوجزه بعبارات حتى العلم الحديث الفلك الحديث هم يقر بهذا الأمر أن القديم يستحيل عليه التغير لذا محتارين في مسألة الانفجار الكوني الكبير لماذا حدث هذا الانفجار إذا أنت إلهي تعتقد بالله تقول أن الرب قدر هذا الانفجار المشكلة تنحل لكن المادة ما يقدر يحل المشكلة لماذا لأن هذه الذرة المتراكمة المادة الأولى كيف انفجرت إذا هي أزلية لأنه يدركون أن التغير علامة عدم القدم فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى ذاته غير متغيرة وصفاته الذاتية لأنها عين ذاته غير متغيرة علم الله لا يتغير بأن يزود وينقص كلا ذات الله لا تزود ولا تنقص لأنه لو كان فيه زيادة ونقصان معنى ذلك دخول العدم فيه وإذا الشيء زال معنى ذلك أنه لم يكن أزليا قديما فإذا لم يكن أزليا قديما كان حادثا إذا صفات الذات كانت حادثة معنى أن الذات حادثة لأن صفات الذات هي عين الذات فلذلك بضرورة العقل بوجود شيء قديم وهذا القديم بضرورة العقل يكون هو الله سبحانه وتعالى بضرورة العقل لا تغير فيه لذا الإمام يقول ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا يوصف بأين ولا بما ولا مكان أنت عندما تسأل عن شيء تسأل عن الشيء أو الصفة التي تمكن في ذلك الشيء وإلا إذا الصفة لا تمكن في الشيء سؤالك يكون سؤال خاطئ أنت تجد تقول هل هذا الجدار يعلم بالمسألة الرياضية الفلانية نقول لك هذا السؤال خاطئ لأن الجدار لا قابلية له للعلم حتى تسأل أنه هل يعلم هذه المسألة أو لا يعلم هذه المسألة حسب ما يعبرون عدم الملكة يحتاج إلى محل قابل حتى تسأل السؤال تقول فلان مات أو لم يمت سؤالك صحيح لماذا؟ لأن الإنسان قابل للموت فلذا نسأل مات أو لم يمت نقول فلان درس هل تعلم أو لم يتعلم هذا السؤال صحيح لأن الإنسان قابل للتعلم فالسؤال عن الصفة التي تمكن في الإنسان سؤال صحيح لكن أن تسأل أنه هذا الجدار يعلم أو لا يعلم هذا السؤال خاطئ أصلا تسأل هذا الجدار رجل أو امرأة هذا السؤال خاطئ لأنه لا قابلية له لأن يكون رجل أو امرأة إذن نأتي إلى كلامنا إذا الشيء يستحيل على الله سبحانه وتعالى فسؤال ذلك الشيء واتصاف الرب ذلك الشيء هذا سؤال خاطئ الله سبحانه وتعالى خالق الزمان فيستحيل أن يكون في الزمان فإذا تسأل متى كان الله هذا السؤال خطأ الله سبحانه وتعالى خالق المكان فإذا تسأل أين الله بمعنى المكان هذا السؤال خاطئ لأن المكان مخلوق لله ويستحيل أن يكون هذا المكان يحيط بالله بل الله هو الذي بعلمه وقدرته يحيط بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء وكان الله بكل شيء محيط فإذن إذا تسأل أين الله سؤال خاطئ لأن المكان مستحيل على الله تسأل ما هو الله هذا السؤال أيضا خاطئ لماذا لأننا لا يمكن أن ندرك حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى نعلم بوجوده نعلم بأنه يتحلى بصفات الكمال نعلم بأنه منزه من صفات النقص لكن هل يمكن أن ندرك حقيقة ذاته أو ندرك حقيقة صفاته الذاتية بل هل يمكن أن ندرك حقيقة صفات الفعل فيه كلا لا يمكن أن ندرك لأن الإنسان كلما تطور بالنتيجة مستوى العلمي إلى درجة لا يمكن أن يتعدى ذلك المستوى يمكن المعلومات تزداد أما المستوى يوصل إلى درجة لا يمكن أن يكون فوق تلك الدرجة يعني مثلا الآن أنت تشوف الإنسان اللي عالم الفلك مثلا اللي يعيش الآن وعالم الفلك اللي كان يعيش قبل ألف عام ما هو الفرق بينهما الفرق بينهما في المعلومات يعني عالم الفلك الآن بسبب الاكتشافات الرهيبة وصل إلى معلومات لم يكن يعلمها عالم الفلك الذي كان يعيش قبل ألف سنة لكن المستوى العلمي الدرجة العلمية واحدة الفرق في المعلومات بل يمكن ذاك كان أكثر عبقرية من هذا ابن سيناء مثلا لعله أكثر عبقرية من جميع طباء هذا العصر يعني مستوى العلمي أكبر منهم نعم معلومات هؤلاء أكثر منه وهناك فرق بين المستوى العلمي وبين المعلومات على كل حال الإنسان مستوى العلمي إلى حد والله سبحانه وتعالى فوق ذلك الحد فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقة ذات الله فأن يسأل ما هو الله هذا السؤال خاطئ إذا مقصود من هذا السؤال معرفة الحقيقة مثل أن تشوف طفل طفل عمره سنة واحدة هذا مستوى إلى حد هل يمكن ويعقل أن هذا الطفل اللي عمره سنة يدرك المعلومات التي يتلقاها طالب الجامعة لا يمكن مع أنك لا هما بشر أما نسبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى نسبة الخالق إلى المخلوق لا قياس بينهما فلا يمكن أن يصل إلى مستوى بحيث أنه يدرك حقيقة ذات الرب لأن الممكن يستحيل أن يحيط علما بالخالق بعد ذلك الإمام يقول ولا يوصف بأين ولا بما ولا مكان الفرق بين الأين والمكان الأين هو الحيز المكان يعني الموضع من الأرض أو من السماء أو من العرش أنت لا يمكن أن تصف الرب أنه هو على الأرض بحيث أن الأرض تحيط بالرب أو في السماء بحيث أن السماء يحيط بالرب أو على العرش بحيث أن العرش يحيط بالرب استواء الله على العرش بمعنى سيطرته على الكون وهيمنته على الكون لا بمعنى الجلوس الحقيقي والرحمن على العرش استوى من الآيات المتشابهة التي تفسرها ليس كمثله شيء ولا يوصف بأين ولا بما يعني ما هو سؤال عن الماهية والحقيقة ولا مكان طبعا الرب ليس له ما هي بالمعنى المنطقي فلذلك الماهية لأنها حدود الوجود أما بالمعنى العرفي الذي في بعض الروايات معبر عنه بالمائية يعني بالحقيقة ما هي حقيقة الرب لا ندري ولا يمكن أن ندري ولا يوصف بأين ولا بما ولا مكان ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى تفسير هذا المقطع من الآية الشريفة هو الظاهر والباطن ما هو معنى الظاهر وما هو معنى الباطن الباطن ليس بمعنى الحلول تعالى الله سبحانه وتعالى عن الحلول لأن الحلول صفة الأجسام يحل جسم في جسم الله سبحانه وتعالى هو الباطن بمعنى أنه لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة هو الظاهر بمعنى أن آياته ظاهرة لكل ذي عقل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وقد ذكرنا فيما مضى في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى وجوده ظاهر لا حجاب بيننا وبين الرب إلا حجب من أنفسنا والحجب من أنفسنا أهم حجاب هو الإمكان نحن ممكنون والإمكان هو حجاب مثل الأعمى الذي لا يرى نور الشمس ليس لأن الشمس دونها حجاب من غيمن أو ما إلى ذلك لا الشمس مشرقة لكن هذا لأنه أعمى لا يراها الإنسان لأنه ممكن حصل بينه وبين الرب حجاب لا يمكن أن يدرك حقيقة الرب بفترته يدرك وجوده لكن لا يمكن أن يصل إلى تلك الحقيقة لذا الإمام يقول الذي بطن من خفيات الأمور ويمكن أن يكون بطن هنا أفعل التفضيل يعني هو أخفى الأمور نحن هناك كثير من الأشياء المادية خافية علينا يعني مثلا أنت جالس في الغرفة نحن جالسون في هذا المكان هذا المكان الآن مليء بالأمواج أمواج إذاعية أمواج الفضائيات أمواج التلفزة أمواج الهواتف الخليوية النقالة وكثير من الأمواج الأخرى نحن لا ندرك هذه الأمواج لماذا؟ لأن حواسنا محدودة لا يمكن أن تلتقط هذه الأمواج تدركها لذا تحتاج إلى جهاز الأمواج التلفازية تحتاج إلى جهاز تلفاز لكي تلتقط الأمواج الإذاعية تحتاج إلى إذاعك لكي تلتقط الأمواج الحاتفية تحتاج إلى جهاز حاتف لكي تلتقط في أجسادنا لا توجد هذه الأجهزة لكي تلتقط هذه الأمواج وكذلك كثير من الأمور خفية لا زال العلم الحديث لم يتوصل إليها ومجهولاتنا أكثر من معلوماتنا بكثير وتطور العلم هو بمعنى اكتشافات جديدة من حقائق في الكون فالأجسام المادية والأشياء التي ترتبط بالمادة كثير منها مخفية علينا وهي مادية وهي مخلوقة فما بالك بالخالق عز وجل هو من أخفى الأمور لأنه واجب ونحن ممكنون والممكن لا يمكن أن يدرك الواجب لذا صار هو الباطن وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير يعبرون عننا برهان الناظم الله ظاهر لوجود علاماته آياته وفي كل شيء له آية الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء آية له حينما تراح تراح ترى الأشياء ترى الأشياء بدقة متناهية حتى الملاحدة حينما يصل إلى وجود بفطرته يعلم أنه ليس هذا عبث له غرض لماذا هكذا يسأل يسأل ويحقق ولعله يصل إلى الحقيقة لأن الكون بدقة متناهية جدا لذا الإمام يقول وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير الله سبحانه وتعالى دبر الأمور بأحسن تدبير بحيث أنه قيل لأحد الحكماء الكبار لنفرض لنفرض أنت كنت الرب ماذا كنت تفعل في هذا الكون قال ما كنت أغير بمقدار شعره لأن هذا الكون كله على أدق صور الحكمة كل شيء في موضعه أحسن تدبير لا يمكن لنا أن نتصور تدبير أفضل من هذا التدبير وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ببعض عندما سألوا الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى ما حددوا الرب وما ينسبه اليهود والنصارى إلى موسى وإلى عيسى عليهم الصلاة والسلام وما ينسبه بعض أدعياء الإسلام زورا وكذبا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله من الحد للرب مثلا أنه يدخل رجله في نار جهنم هذا حد حتى تقول قط قط نسهبوا إلى الرسول زورا وكذبا أنه قال أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان في عماء فوقه هواء تحته هواء جعلوه محيط جعلوه محاط بأشياء جسموه الأنبياء منزهون عن ذلك هذه افتراءات عليهم موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الافتراءات التي جاءت في الكتب المحرفة عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم يقل بهذه الكلمات التي نسبت إليه زورا وبهتانا النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يقل هذه الكلمات التي نسبته إليه ووضعته على لسانه المشبهة والمجسمة الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ببعض يعني له أجزاء بل وصفته بفعاله مثلا قال فرعون وما رب العالمين فرعون يسأل وما رب العالمين يريد يعرف حقيقة الرب موسى عليه الصلاة والسلام يبين آيات الرب قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فرعون يسأل عن الحقيقة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يجيب عن فعال الرب قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت بالحياء وبالإماتة بل وصفته بفعاله ودلت عليه بآياته معاجز الأنبياء هذه آيات الله سبحانه وتعالى من آيات الله الأنبياء عبر المعاجز دلوا الناس إلى الرب سبحانه وتعالى لأن الناس حينما رأوا هذه المعاجز صدقوا بأن هؤلاء أنبياء فسألوهم عن الرب فوصفوه بفعاله وكذلك الأنبياء وصفوا الرب سبحانه وتعالى بآياته في الآفاق وفي الأنفس وفي السماوات وفي الآرض ودلت عليه يعني دلت الأنبياء على الرب بآياته سبحانه وتعالى هذا مقطع من هذه الخطبة ونترك المقاطع الأخرى في حديث وفي محاضرة لاحقة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر